هل من الممكن الزمن أن يتجاوز المترجم؟ هل من الممكن أن المترجم يموت؟ طبعاً المترجم البشري تقصد بدخول الآلة والذكار الاصطناعي حقيقة يعني نحن علينا أن نراقب المشهد بدقة الترجمة الآلية يعني قبل خمس سنوات كنا نتندر عليها وأصبحت يعني كلمة هذه ترجمة جوجل أصبحت مرادفة للترجمة الحرفية الردية بينما لو استخدمت أنت اليوم جوجل في نصوص معينة فأن النتيجة يعني مقبولة بشكل يعني معقول يعني يصلك المعنى وتفهمه يعني مؤخراً كنت أدرس طلبتي على ترجمة نص معين وأكد لهم على أن اللغة العربية الجملة الأساسية فيها هي البدء بالفعل ضرب زيد عمراء واللغة الإنجليزية يعني تبدأ بالفاعل والفعل ومفعول به فوضعت النص في جوجل وفعلاً وجدته على خلاف أغلب الطلبة قدم الفعل يعني وهذه أنا يعني تستوقفتني كثيراً لأنه عرف كيف يقولب الجملة الإنجليزية على معهود العرب في حديثهم وفي لغتهم لا تطور تطور بشكل جميل ولكن السؤال يبقى هل هو تهديد لبقاء المترجمة البشري أنا أعتقد أنه لا زال من أن بكر أن نقول بهذا من يبقى حقيقة في نهاية المطاف هو المترجمة البشري المبدئ يعني في ناس تأخذ على الترجمة الآلية أنها يعني لا تغوص إلى عمق الهديث يعني لا تغوص إلى كما ذكرنا المضمر المضمر في النص اللي هو 95% هذا مضمر لا تغوص إليه فتظهره لا تعي بسياق الاستقبال من هو المستقبل الجديد مثلاً هل هو يفهم هذه الكلمة أو لا يفهمها هل هو بهذا المستوى اللغة التعليمية المرتفعة أم أنه أقل من ذلك قد يكون في النص الأصل مفارقات من حيث الأفكار أو من حيث اللغة لا يستكشفها المترجم الآلي بل يقوم بترجمتها مباشرة ويعني أخيراً مسألة الترجمة الإبداعية يعني هناك من يقول أن الترجمة الآلية تعجز عن الترجمة الإبداعية لأنها كما قلنا أن ارتباط المبنى بالمعنى القوالب التي تصب فيها الأفكار موجودة في لغة ولكن في عرف خطابي موجود في اللغة المستقبلة فأنا له أن يعرف مثل هذا العرف الخطابي يعني إلى الآن يا دكتور أنت تقول أنه الذكاء الاصطناعي والآلة في الوقت الراحن على الأكل أنها لن تستطيع أن تحل محل المترجم علينا أن نراقب المشهد بدقة ونحن نعلل النفس بهذه التبريرات التي ذكرت لك من أن الترجمة الآلية ستخفق فيها